موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأكارم نرحب بكم مجدداً في هذا البرنامج الطيب الماتع بحول الله تبارك وتعالى الذي أسميناه حوار مع داعية ضيفنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى شيخ فاضل وداعية كريم معرفتنا به كانت غنيمة باردة معرفتنا به بفضل الله تبارك وتعالى جعلتنا نستفيد استفادات كثيرة وسيستفيد معنا المشاهدون والمشاهدات بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحصة الكثير الكثير وسيتعرفون على هذا الداعية للخلوق وعلى هذا الإمام والخطيب الذي أكرمه الله عز وجل فمارس هذه المهام النبيلة سنوات طويلة في الجزائر وخارج الجزائر مارسها لأكثر من عشرين سنة في الغرب في أمريكا وفي غير أمريكا ضيفنا الشيخ الأستاذ الداعية الكريم الفاضل موسى عزوني يحفظه الباري تبارك وتعالى من كل سوء أهلا وسهلا بك شيخ كيف حالكم الله يزيك خيرا مرحبا بكم في هذه الحصة شكرا على الدعوة شكرا شخي أزاكم الله خيرا بداية كالمعتاد إن شاء الله تبارك وتعالى من هو الشيخ موسى عزوني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى صحبه ومن ولاه بداية أحييك شيخ يوسف وأحيي الإخوة القائمين على هذه القناة المباركة متمنيا لها التوفيق والسداد وأن يجعلها في جزائر الشهداء مفاتيح خير مغلق شر لأننا نريد الاكثار من مثل هذه الحصص الهادية والهادفة والهادئة نريد أن ننور المشاهدة والمجتمع بما تذكرونه من علم ومن معلومات ومن تعريف بهذا الدين كما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اعتدال وعلى منهج أهل السنة والجماعة أخوكم موسى عزوني الإسم الثلاثي إسماعيل أحمد عزوني من موليد العاصمة بالربط في مدينة حسين داي الآن أب لخمس بنات واشتغلت في الدعوة بعد أن تخرجت سنة ثمانية وثمانين تسعة وثمانين من سيد عبد الرحمن اللولي في جبال جورجورة وكانت دراستي عند أساتذة من الأزهر وأساتذة من بلاد المملكة السعودية وأساتذة من الجزائر فكانت للفرصة أن تكون معلوماتي مزيجا بين مدارس مختلفة بين مدرسة الأزهر ومدرسة المملكة السعودية والمدرسة الجزائرية ثم نعم ولازلت على هذا العهد أنهلوا مما أراه مناسبا ولا أتعصب لي جهة معينة وإنما أسمع وأخذ الحكمة من أفواه العلماء أينما كانوا قلت فاشتغلت في المدنية إماما خطيبا ثم غادرت إلى أمريكا في نهاية تاربعة وتسعين بداية خمسة وتسعين تقريبا في أفريل خمسة وتسعين وكان لي هناك مع مجموعة من الإخوة مساحات دعوية كبيرة وأمريكا باختصار شديد بلد الفرص وشهادة لله أن الحرية الموجودة هناك تمكن الإنسان من أن يعبد الله كما يشاء كما قال أحد العلماء العبرة بأي الأراضي تكون أعبد فيها لله وما وجدنا مضايقة بل بالعكس وجدنا مساحات فشاركت مع الإخوة في التدريس في المدرسة الإسلاميات وفتحنا مدرسة القرآن وكنت خطيبا متنقلا في مساجد الولايات المتحدة وشاركت في دراسة أو تدريسة تجويد في جامعة أسسها مجموعة من الإخوة شاركت في تأسيس علماء أو مؤسسة علماء الشريعة لأمريكا الشمالية سنة 1999 كان يرأسها فضيلة الدكتور القرضاوي ولم يتوقف نشاطي على هذا بل كنت أتنقل أيضا في المنتديات والمخيمات خصوصا التي كنت أحبها جدا لأنها تعرفون بجاليتنا الجزائرية وكان التركيز في شيكاغو خصوصا وبالمناسبة أحيي كل الإخوة في شيكاغو وفي أمريكا وكذلك في سنة 2006 و2007 شرفني الإخوة بدعوة إلى باريس أحييت ليالي رمضان هناك بالمحاضرات والخطب والدروس والخواطر 2006 و2007 عشت أيام طيبة جدا في فرنسا وعودت الرجوع إلى الجزائر سنة 2009 وبقيت الآن بين أمريكا والجزائر التنقل وأذهب ولكن مستقر في الجزائر والآن عندي نشاطات اشتغلت إمام خطيب في مسجد الفرقن في الشبلي سنة 2009 إلى تقريبا سنة قبل في 2016 بداية 2016 ثم الآن أنا إمام خطيب في مسجد عثمان بن عفان بني تامو وكذلك عندي مساهمات إذاعية وتلفزيونية والحمد لله رب العالمين يعني ما زلنا مع مجموعة من الإخوة نتحرك في جزائرنا جزائر الإسلام بكل حرية والحمد لله ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل لأن العبرة بأن يتقبل الله منا وهذا الدين يتطلب أن يبذل من أجله المال والنفس وكل شيء لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فنسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل والحمد لله سبحانه وتعالى يثبيتنا آمين آمين زك الله خير شيخ الله يبارك ارتباطاتكم الآن بأمريكا شيخ نعم يعني الارتباطات هي أولا عندي أسرة وأنا صرت جدا الآن أنا جد الآن نعم وأسرتي أتنقل إليها أيضا وأسهاري هناك وأيضا مرة على مرة يعني تقريبا مرة في السنة أحيانا مرتين أتنقل وكلما كنت هناك لا شك تكون لمساهمات دعوية ولا أتوقف لأن مساحة أمريكا مهمة جدا وباعتبار أنني أتنقل كأيضا حست على الجنسية الأمريكية من زمان وهذا من الأمور التي يعرفها الذي يعيش في الغرب عندما تتواجد في بلاد الغرب لمدة معين وتحترم القانون وتعيش مواطنا بمعنى المواطنة يكون من حقك أن تنال تلك الجنسية وهذا زيادة في الدعوة وزيادة في طاقة من طاقة الأمة أو إن صح الطبير أي واحد يستطيع أن يكون بين هؤلاء ليبلغهم الدين هذه زيادة فينا والحمد لله هذا هو بزاق الله أخر شيخ شيخ الدعوة في أمريكا الحمد لله أشرتم إلى أن المجال مفتوح إلى حد ما نعم المجال مفتوح حتى أفضل من أوروبا في بعض الحاجات وأضرب لك مثال في أمريكا بإمكانك أن تشتري الكنائس وهذا ليس متاحا في الدولة اللائكية ولمعلومات الإخوة أنه فرق حتى في الأحكام الشرعية فيما يخص الذبائح يختلف بين الدولة اللائكية كفرنسا وبين دولة تعتبر أهل كتاب يختلف الأمر فبالتالي وجدنا هذه المساحة متاحة كذلك جانب التعليم ليست هناك تضييقات المسلمين الجالية المسلمة في أمريكا استطاعت أن تشتري مدارس وأن تجعل مدارس خاصة ولمن لا يعرف هذا الأمر المدرسة الخاصة هي التي يتربى فيها أولاد المسلمين بالهندام الإسلامي يعني المرأة تلبس اللباس الإسلامي وكذلك يتعلمون الإسلام واللغة العربية أما المدارس الرسمية فهي لا تسمح بتدريس الدين لا المسيحية ولا الإسلام هذا هو الفرق فوجدنا هذه المساحة متاحة الأمر الثاني في أمريكا سبحان الله الأخ يوسف الرجل الواحد قد يكون أمة فعلا يعني ما من مدينة زرتها وقد زرتهم جموعة هائلة من الولايات خاصة سنة 96 حيث كنت أتنقل من أجل الخطابة فتجد مثلا تسأل ما السبب الذي جاء لكم تشترون المسجد كيف استطعتم أن تشتروا هذا المسجد فيقال لك إن فلان خرج ذات مرة مع زوجه بالحجاب فوجد رجلا آخر فتعرف عليه فاثنين ثلاثة أربعة كأنه بيت الأرقم بنو أبي الأرقم سبحان الله نفس السنة بيت الأرقم بنو أبي الأرقم حتى في سيرة قالوا كانوا أرى ثلاثين وفي رواية أربعين عندما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته فكذلك تتكون مجموعة وقد صليت الجمعة مرة في منطقة 12 واحد وأحياناً ربعين واحد ولكن عندما تعود إليهم بعد سنتين ثلاث تجدهم قد اشتروا بناية ضخمة توسعت دعوتهم وسبحان الله والله يا أستاذ يوسف مرات يعني أذهب بالطائرة طائرتين من أجل أن أصل لأداء الجمعة فيستقبلوني أحد الإخوة إما أن يكون من مصر أو من تونس أو من بنغلاديش أو لا تهم جنسيته أبي الإسلام لا أبي سواه إن افتخر الناس بقيس أو تميمي فيسير بك بالسيارة مسافة ساعتين أنت أصلاً امتطيت الطائرتين من أجل الوصول فكنت كلما أذهب وأكون كما قال تعالى ينشئ السحابة الثقال وأنا فوق السحابة الثقال أقول يا رب والله إن هذا الدين دين عظيم يملك بذور بقائه في ذاته سبحان الله فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تعزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فتجد أنه تقول سبحان الله من الذي أوصل الإسلام إلى هذه الشعاب وإلى هذه رجل واحد رح للدراسة رجل واحد رح للأمل بغض النظر عن نية الهجرة لكن سبحان الله هاجروا من أجل أشياء ربما الدنيا ولكن سبحان الله يلتزم الرجل هناك وكم التزمت هناك الفتيات يعني حتى في الجزائر درسوا عندنا فتيات الأحكام بالتجويد عندما نزلوا للجزائر هنا قالوا لهم أنتوا جيتوا من مصر جيتوا من السعودية جيتوا أنتوا إن كنتوا صحيح كنتوا في أمريكا يعني في الحقيقة في الغرب إذا كان الرجل يريد أن يلتزم يلتزم هذا هو وهذا دين الله سبحانه وتعالى لن يقف في وجهه أحد اللهم عليك الحمد مارك الله فيك شيخ مارك الله خير ما يعرف الشيخ بفوبيا الإسلام أو الخوف من الإسلام هذا لا شك أنه موجود في أمريكا كم هو موجود في الغرب عموما أنا الذي أتسأل عنه هل هذا الخوف وهذه الفوبيا هل لها ما يسويغها؟ الفوبيا التي عرفت في السنوات الأخيرة خاصة زادت أكثر ما زادت بعد 11 سبتمبر هذا المعلوم لها ما يبررها ولها ما يسويغها أحيانا قد يكون لأخطاء المسلمين دور لا شك في ذلك أحيانا قد نسيء نحن في تمثيل ديننا هذا لا شك فيه ولكن لا بد أن ننتقل الآن إلى نقطة أخرى وهي أننا رأينا بأن المؤسسات الغربية وليس الشعوب وهنا أفتح قوس أستاذ يوسف أربعوا بإخواننا وأبنائنا ومن يحملون الدعوة أن يخلطون في خطابهم بين المؤسسة في الحكم في الغرب وبين الشعوب الشعوب بريئة براءة الذئب من دم ابن يحقوب لا يسألونك إلا أن تضيف لهم الإضافة على دينك نحن خالطنا هؤلاء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعديله اعديله وأقربوا للتقوى حرام علينا إذا ذكرناهم بسوء في غير ما أساءه المؤسسة التي هي ميكافيلية القرار جماعة مسكين الكتاب التاع لبرينس الأمير ميكافيلين وماشيين به الكيل بميكيالين الغاية بر الوسيلة النفعية النفعية برك الله فيك لا صدقة دائمة ولا عداء دائم هناك منفعة دائمة هذه عدل القوة وليس قوة العدل هذه أمور معروفة أن يكيلوا بميكياليني ثم قضية الشرق الأوسط بما تسمى شرق الأوسط قضية القدس التي هي كما نعرف هي قلب المشكلة وأساسها هذه الأمور تجعل هؤلاء ربما أحياناً يعمدون إلى التناسي بأنهم أثاروها أثاروها في بلادنا الإسلامية أيضاً ظلماً وجوراً كما تعلم يعني ما أحدثوه في العراق مليونين يتيم الآن يا أستاذ يوسف أنا لا أنسى ما فعلوه في العامرية في ملجأ العامرية لا أنسى هذه فأحياناً عندما يتهم الإسلام بالإرهاب أيضاً من حقنا أن نقول إن الماء لا لولنه ولا طعم له ولا رائحة له إذا أردت أن تلعت الإرهاب الفوبيا بالإسلام فوبيا الإرهاب فوبيا الإسلام أقول لك إن الذي فعل أكره مسيتي ودمر صفارة نيروبي وقد كنت هناك في سنة 1995 كنت شاهداً يومها لم يكن مسلماً وإنما كان متعصباً مسيحياً لكن لا أحد نسبه إلى المسيحية كذلك الذي قتل رابين لم يكن مسلماً والذي حدث مؤخراً جزاك الله خير الذي قتل وبالمناسبة نعيد الترحم على الأستاذين كريم والأستاذ خالد الله وعليهم رحمة الله وكل الإخوة طبعاً الإخوة الذين قتلوا واستشهدوا في تلك العملية البشعة هذا الرجل السفاح قتل باسم التعصب لأفكار ترمب ولأفكار روبين نعم فلماذا لا ننصف الناس لكن مع ذلك نقول لما ثرتم من قضية شال إبدو ونسبتموها للإسلام لماذا لا نتكلم فالإنصاف خير الأوصف نحن نقول أيضاً كمسلمين عندما نتكلم سواء في الأنيس أو في أي قناة نكون منصفين إذا المسلم أخطأ نقول أخطأ هذا ليس منهج القرآن ولا منهج السنة أيضاً إذا فعل هذا غير مسلم نقوله لأن القرآن قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائي إنه ما قتل نفساً بغي نفسنا وبغي نفسنا فكأن ما قتل النفس جميع ولاحظ جاءت النفس ناكرة مجرد إزهاق الروح لا يجوز هذا هو الذي نعتقد أحسن شيخ مارك الله في أستاذنا الله أستاذنا إذا سمحتم إن شاء الله نتركهم تستجيحون فاصل قصير بإذ الله تبارك وتعالى ونعود حفظكم والله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأكارم نعود مجدداً إلى ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الداعية موسى عزوني حفظه الله أستاذنا الكريم كنا قبل قليل نتكلم عما يعرف بفوبيا الإسلام واستفصلتم بعض الشيء حتى وصلتم إلى أن هذا الذي يسمى بالإرهاب في الحقيقة لا لون له أنا وديت أستاذ الكريم أيضاً أنكم تذكرون لنا مروركم بباريس وليدخل الآن في اليوتيوب ويبحث عن الشيخ موسى عزون يجد خواطر كثيرة اسماها خواطر من باريس وخواطر باريس وأكثر من أربعين خاطرة ماذا بنا نحن نتكلم عن شيء في هذه القضية هي الفرصة التي منح للإخوة هناك إخوة في أونلي سبوة في مسجد السلام كانت ماتعة جداً وفرحت جداً وطفت على كثير من المدن والمساجد هناك فكنت عندي محاضرة تقريباً يومياً بعض العصر وإضافة إلى درس وخطبة الجمعة وخواطر باريس التي كانت في الفجر وشهدت فعلاً يعني جواً ممتعاً جداً وإيمانياً وكلما زرت أوروبا وذهبت إلى أمريكا ازدادت قناعتي يوماً بعد يوم وإن كانت هذه القناعة لم تتأثر أبداً يشهد الله ازدادت قناعتي وصرت أنقلها إلى الإخوة جميعاً قلت يا جماعة إن هذه الشمس لا تبرح مكانها إلا وتطل على مكان آخر كذلكم الإسلام يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله هذا الإباء الإلهي يسمى ويأبى الله إلا أن يتم نوره إن عمر بن الخطاب قبل إسلامه في رواية كان في عمره 26 سنة وفي رواية وعند 30 سنة لما عزم على أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم قال له الرجل كيف بأنك ستقابل بني هاشم هل تستطيع أن تقاوم بني هاشم قال دلني لأقتل محمد وقد شعر سيفة كما هو معلوم فإذا بالرجل يقول له إن الإسلام في دارك هذه الجملة يجب أن نقف عندها الإسلام في دارك الشيخ الغزالي رحمه الله كتب كتاب سمه هؤلاء الفرنسيون اختاروا الله كتاب من أمتع الكتب التي قرأتها هؤلاء الفرنسيون اختاروا الله وكمرور سريع حتى الذين لا يصلون سبحان الله من الجيل الثاني أو الجيل الثالث تجدوا عندما يصل رمضان يصوم سبحان الله حتى بعض السياسيين هناك دهشوا أقول لك شيء إن الذين صلوا بنا التراويح في 2006 و2007 هم من أبناء الجيل الثالث يعني في أعمار 22 سنة 23 سنة يعني أصلا من مواليد باريس وتربوا في باريس لكن الأصل أصل والديهم من المغرب العربي في خطبة من خطب هناك قلت هؤلاء أجدادهم عاشوا الاستضمار وعاشوا ويلات الاستضمار ثم بعضهم جاء إلى فرنسا وعاش ويلات التفسخ هناك في أوروبا ودولة لائكية ورغم ذلك يأبى الله إلا أن يتم نوره فصلى بين الجزائري والمغربي والتونسي والليبي سبحان الله أنا في ذلك الشهر بالذات أربعة من الإخوة كلهم من المغرب العربي ما شاء الله فاستعمار يدوم قرن وثلاثين سنة ما شاء الله وحتى المغرب وتونس نفس الشيء 1956 تقريبا نفس قرن من الزمن إذن قرن من الاستضمار ثم يجد أبناء الجزائر والمغرب وتونس والجزائر يوصلون التراويح الأمر الثالث والله عندما تخرج العجائس والأخوات بالخمار بعد صلاة التراويح وكأنك في الجزائر في شوالع مزرعة أو باب الود هذا لأنه نور الله كما ذكرت في الآية الأخرى عندما كان الإسلام مجسدا في رضيع لا يملك لا قوة دفع يم عليه بالمناسبة اليم قال العلماء كان فيه فرص النهر فيه الكروكودين هذا فيه والله سبحانه وتعالى قال فإذا خفت عليه فأنقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي الإسلام هذا ترميه فيه وصل الكروكودين قلت لهم الكروكودين دخلوا في الإسلام يقتنعوا بالإسلام حسن أنت خاف على روحك حسن فإذا خفت عليه فأنقيه في اليم ولا تخافي إن العقيدة الوحيدة التي يعتنقها من يحاربها هي عقيدة الإيمان اسأل التاريخ عن المغول واسأل التاريخ عن التطار لقد امتزجت دماء المسلمين حين قتلهم الصليبيون في دجلة والفراط بميداد دجلة والفراط حتى اختلط ميداد كتب العلماء حين حرقوها ورموها في الأنهار بين دم الشهادة لكن بعد ذلك اعتنقوا الإسلام إذن لا يمكن إلا أن نقول بأن نور الله ماضي لكن طبيعة الطريق أخي يوسف مر يدلك إسلاموفوبيا مر يتهم الإسلام بكذا لكن لابد أن نفرق بين ممارسات خاطئة يرفضها الدين وهنا لابد أن نقف بشجاعة فنقول للمحسن أحسنت وللمسيئ أسعد وهناك كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يبلغ أحيانا واحد يريد الخير ولكن يوسي هذا نصوي به نقول له نيتك لا تكفي صحيح لا تكفي أما أننا نخاف أو نرهب أقول بأن دين الله سبحانه وتعالى ما تأخر أبدا إن دين الله يسري في كل مكان وما دخول المسلمين في ماليزيا وأندونيسيا ولهن إلا بفضل الدعوة والموعظة الحسنة والبشاشة وتبسمك في وجه أخيك صدقة لم ينتشر بالقوة الإسرحة لم ينتشر بالقوة الإسرحة بالمعاملة أحسنت أستاذنا بارك الله فيه الله يبارك الله أحب أن نتكلم شيخ في قضية هي الحقيقة قضية حسن سجدا نعم وهي تعد من الفتن التي نتخبط فيها نعم ونعاني منها هي فتنة الغلو عند كثير من شبابنا نعم 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 بين منطقة ومنطقة يفرق ويختلف فلا يمكن أن يكون بنفس الحدة الأمة في أمريكا مشتغلة بقضايا عظيمة جدا أنا لا أذير سرا إذا قلت لا توجد لدينا مساحة أن نلتفت لمثل هذه الأمور بصراحة وإن كان البعض أحيانا إذا انتقل بطائرته إلى الغرب فإنه يحمل جواز السفر ويحمل حقيبة السفر ويحمل التذكير ويحمل العادات أيضا البالية والسيئة وأحيانا يحمل معه هذا الفكر نعم أحيانا يحمله فيقطع به الآفاق والمحيط للأسف الشديد إن هؤلاء القوم لا يعرفون عن الله ربي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله أما إذا جئت فتخندقت مع إخوانك فرفضت الأخ الذي يصلي معك أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجولا كيف ستنطلق إلى مساحة أن تدعو إلى الله وأن تغارق في فنجال مع أخي لك في الدين هذا الذي في صفك ولهذا الدعوة الإسلامية بين عجز الداخل وكيد الخارج أحيانا أخي يوسف نكون صرحا هل الإسلام واجه معركة حقيقية مع قصومه؟ أقول لا لم يواجه الإسلام معركة حقيقية مع قصومه مشكلتنا داخلية إلى الآن عندما لا أحبك ولا تحبني عندما تجعل الفقهيات التي وجدت أن الإمام أحمد إبن حنبل له الثمن أقوال في المسألة الواحدة ثم تأتي من أجل أن تلزم أحدا برأيك أو في مسألة برأيك ومن خلالها إما كما ذكرت تفسقه أو تبدعه أو تكفرها أو نحو ذلك ويحدث الشرخ وقد ذكرنا قبل ذلك قبل الحصة في الكواليس الذي إلى الآن يعتقد بأنه يجوز أن يمر على إخواني فلا يقع عليهم السلام هذه إشكالية ألقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف سبحان الله وإذا حييتم بتحية هذه جاءت نكرة إذا حييتم بتحية قال القرآن فحيوا بأحسن منها أو ردوا ثم في منهج هذا التجريح عندما يقول الله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم الله سبحانه وتعالى تكلم قال لي يزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم وكان الله غفور رحيم نحن أم يا أخي يوسف نريد أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور الإمام أحمد بن حنبل كان يقول ما ينفعك يا أخي إذا دخل أخوك النار ما ينفعني أنا لكن أنا يسعدني جدا أن أكون سببا في هداية إنسان لأنني سأتقاسم معه العجر النبي صص مع اليهودي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار بارك الله فيك ونعم الحديث يعني هذا يكفينا هذا الحديث الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار أما أنني أتعرقل معك على مستوى كلمة يا أخي الصوى متعدد قد يسعنا يسعنا ما وسع الأوائل ولهذا أقول حتى إذا أردنا أن نقعد المسألة ألم يكتب بن تيمي رحمه الله رفع الملام على الأئمة الأعلى هذه الرسالة من قرأها يخرج من هذه الأمور يقرأها في عشر نقاط رائعة جدا أنا لخصتها وقرأتها من زمان ولازلت عاكف على أفكارها من أرواح ما كتب بن تيمي ولهذا أدعو الإخوة أن يتريثوا أن يقرأوا أن ينبوذوا التعصب لا تتعصب لأحد هذا أكبر مشكلة فقط لا تتعصب ثم أقول إن حب الداعية لا يعني التعصب له تحبخك موسى تحبخك يوسف لا تتعصب فإني قرأت في القرآن لا أنتظر قرأت في القرآن أن قوما أحبوا الصالحين فدخل الصالحون الجنة ودخلوهم النار يغوث ويعوق ونسرى هذا من ناس صالحين ولكن السبب رسموهم ثم نحتوا لهم ثم عبدوهم اثنين عزير عندما عاد بعد مئة سنة عوض أنهم يقولوا والله صحح أنت نبي قالوا ابن الله ثم عيسى بن مريم أحبوه طيب يا أخي حب عيسى لكن ما تقولش ابن الله فدخل عيسى الجنة ويوم القيام يقولوا أنت قلت للناس أليست تعصب أليست تعصب أحب قوم الفاطمة فسبوا عائشة وأحب فاطمة منطق غريب كيف تحب ابنتي وتطعن في زوجي ما هوش منطق تحب رسول الله ولكن تجعل فاطمة عليها السلام وأنا أقول عليه السلام لأن البخاري قال عليه السلام لا إش كان في ذلك ولكن لماذا عائشة أم المؤمنين ليست في آل البيت وتحبها وتجلها إذن الحب هذا عندما يتولد عنه تعصب يصير إلى مآل سيء جدا وقد يلدي بصاحبه إلى النار والأي ذلك حسنا تمستان بارك الله في الشيخ شيخنا الكريم لعل الوقت قد انتهى لكننا إن شاء الله عز وجل نعيدكم أننا سنجتمع بكم في حصة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى مشاهدي الأكارم نأتي على نهاية هذه الحصة المباركة مع هذا الشيخ المبارك الشيخ موسى عزوني حفظه الله تعالى ونعيدكم بإذن الله تعالى أننا سنجتمع به في حصة قريبة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة